أعلنت الشرطة الأمريكية مقتلى شخص وإصابة خمسة آخرين جراء إطلاق نار في مدينة رينتون بولاية واشنطن وذكرت شرطة رينتون على تويتر أن تحقيقاً أولياً يشير إلى أن نزاعاً وقع بين حجد كبير أدى إلى إطلاق نار لافتة إلى أن التحقيقات متواصلة في هذا الحادث وأدت سلسلة حوادث مماثلة منذ مايو الماضي إلى تجدد الجدل بصورة محتدمة في الولايات المتحدة حول تنظيم حيازة السلاح